المزمور السادس والسبعون لإمام المغنين على ذوات الأوتار مزمور لآساف تسبيحة الله معروف في يهود اسمه عظيم في إسرائيل كانت في ساليم مظلته ومسكنه في سهيون هناك سحق القسي البارقة المجن والسيف والقتال أبه أنت أمجد من جبال السلب سلب أشداء القلب ناموا سنتهم كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم من انتهارك يا إله يعقوب يسبخ فارس وخيل أنت مهوب أنت فمن يقف قدامك حال غضبك من السماء أسمعت حكما الأرض فزعت وسكتت عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الأرض لأن غضب الإنسان يحمدك بقية الغضب تتمنطق بها أنظروا وأوفوا للرب إلهكم يا جميع الذين حوله ليقدم هدية للمهوب يقتف روح الرؤساء هو مهوب للملوك الأرض المزمور السابع والسبعون لإمام المغنين على يدسون لآساف مزمور صوت إلى الله فأصره صوت إلى الله فأصغى إلي في يوم ضيق التمست الرب يدي في الليل انبسطت ولم تخدر أبت نفسي التعزية أذكر الله فأإنه أناجي نفسي فيغشى على روحي أمسكت أجفان عيني انزعجت فلم أتكلم تفكرت في أيام القدم السنين الدهرية أذكر ترنم في الليل مع قلب أناجي وروحي تبحث هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضى بعد هل انتهت إلى الأبد رحمته أنقطعت كلمته إلى دور فدور هل نسي الله رأفة أو قفص برجزه مراحمه فقلت هذا ما يعلني تغير يمين العلي أذكر أعمال الرب إذا تذكر عجائبك منذ الخدم وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي اللهم في القدس طريقك أي إله عظيم مثل الله أنت الإله الصانع العجائب عرفت بين الشعوب قوتك فككتب ذراعك شعبك بني عقوب ويوسف أبصرتك المياه يا الله أبصرتك المياه ففزعت ارتعدت أيضا اللجج سكبت الغيوم مياها أعطت السحب صوتا أيضا سهامك طارت صوت رعدك في الزوبعة البروق أضاءة المسكونة ارتعدت ورجفت الأرض في البحر طريقك وسبلك في المياه الكثيرة وآثارك لم تعرف هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون المزمور الثامن والسبعون قصيدة لآساف اصغى اصغى يا شعبي إلى شريعتي أميل آذانكم إلى كلامي فمي أفتحوا بمثل فمي أذيع الغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبرونا لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى آباءنا أن يعرف بها أبناءهم لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله بل يحفظون وصاياه ولا يكونون مثل آبائهم جيلا زائغا وماردا جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله بنوا أفرائم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في شريعته ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم قدام آبائهم صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد سوعنا شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة أخرج مجاري من صخرة وأجر مياها كالأنهار ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في عقوب وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمن بالله ولم يتكل على خلاصه فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات وأمطر عليهم منا للأكل وبر السماء أعطاهم أكل الإنسان خبز الملائكة أرسل عليهم زادا للشبع أهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية وأمطر عليهم لحما مثل التراب وكرم للبحر طيورا ذوات أجنحة وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم لم يزوغوا عن شهوتهم طعامهم بعد في أفواههم فسعد عليهم غضب الله وقتلا من أس منهم وصرع مختار إسرائيل في هذا كله أخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه فأفن أيامهم بالباطل وسنيهم بالرعب إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى الله وذكروا أن الله صخرطهم والله العلي وليهم فخادعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد سوعنا إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم أسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالثقيع ودفع إلى البرد بهائمهم ومشا ومواشيهم للبروق أرسل عليهم حمو وغضبه سخطا ورجزا وضيقا جيش ملائكة أشرار مهد سبيلا لغضبه لم يمنع من الموت أنفسهم بل دفع حياتهم للوبئ وضرب كل بكر في مصر أوائل القدرة في خيام حام وساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية وهداهم آمنين فلم يجزعوا أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه هذا الجبل الذي اقتنته يمينه وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا وأسكن في خيامهم أصباط إسرائيل فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا بل ارتدوا وغدروا مثل آبائهم انحرفوا كقوس مخطئة أغاضوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم سمعوا الله فغضب ورذل إسرائيل جدا ورفض مسكنا شيلوي الخيمة التي نصبها بين الناس وسلم للسب عزه وجلاله ليد العدو ودفع إلى السيف شعبه وغضب على ميراثه مختاروه أكلتهم النار وعذاراه لم يحمدنا كهنته سقط بالسيف وأرامله لم يبكينا فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيت من الخمر فضرب أعداءه إلى الوراء جعلهم عارا أبديا ورفض خيمة يوسف ولم يختر سبط أفرايم بل اختار سبط يهود جبل سهيون الذي أحبه وبنى مثل مرتفعات مقدسه كالأرض التي أسسها إلى الأبد واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم المزمور التاسع والسبعون مزمور لآساف اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك نجسوا هيكل قدسك جعلوا أوروشليم أكواما دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء لحم أتقيائك لوحوش الأرض سفكوا دمهم كالماء حول أوروشليم وليس من يدفن سر نعارا عند جيراننا هزءا وسخرة للذين حولنا إلى متى يا رب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك أفض رجسك على الأمم الذين لا يعرفونك وعلى الممالك التي لم تدعو باسمك لأنهم قد أكلوا يعقوب وأخربوا مسكنه لا تذكر علينا ذنوب الأولين لتتقدمنا مراحمك سريعا لأننا قد تذللنا جدا أعن يا إله خلاصنا من أجل مجد اسمك ونجنا واغفر خطايان من أجل اسمك لماذا يقول الأمم أين هو إلههم لتعرف عند الأمم قدام أعيننا نقمة دم عبيدك المهراقي ليدخل قدامك أنين الأسير كعظمة ذراعك استبق بني الموت ورد على جيراننا سبعة أضعاف في أحضانهم العار الذي عيروك به يا رب أما نحن شعبك وغنم رعايتك نحمدك إلى الدهر إلى دور فدور نحدث بتسبيحك المزمور السمانون لإمام المغنين على السوسن شهادة لآساف مزمور يا رعي إسرائيل صغى يا قائد يوسف كالضأني يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسا أيقذ جبروتك وهل لخلاصنا يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص يا رب إله الجنود إلى متى تدخن على صلاة شعبك قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل جعلتنا نزاعا عند جيراننا وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم يا إله الجنود أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص كرمة من مصر نقلت طردت أمما وغرستها هيعت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض غط الجبال ذلها وأغصانها أرز الله مدت قطبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها فلماذا هدمت جدرانها فيقتفها كل عابري الطريق يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية يا إله الجنود ارجعنا اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك هي محروقة بنار مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك فلا نرتد عنك أحيينا فندعو باسمك يا رب اله الجنود ارجعنا انر بوجهك فنخلص امثال سليمان الفصل السادس عشر للانسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان كل طرق الانسان نقية في عينيه والرب وازن الارواح سلم للرب اعمالك فتثبت مقاصدك الرب صنع الجميع لغرض والشرير ايضا ليوم السوء كل متشامخ القلب رجس عند الرب ومن المؤكد انه لا يتبرأ بالاخلاص والامانة يستر الاسم وفي مخافة الرب تجنب الشر اذا ارضت الرب طرق انسان جعل اعداءه ايضا يسالمونه القليل مع بر خير من دخل جزيل بغير حق قلب الانسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته في شفتي الملك وحي في القضاء فمه لا يخون قبان العدل وميزانه للرب كل معايير الكيس عمله فعل فعل الشر ردس عند الملوك لان العرش يثبت بالبر مرضات الملوك شفتا حق وهم يحبون المتكلم باستقامة غضب الملك رسول موت والانسان الحكيم يستعطفه في نور وجه الملك حياة ورضاه كسحاب مطر الربيع اقتناء الحكمة اخكم هو خير من الذهب واقتناء الفهم يفضل على الفضة منهج المستقيمين تجنب الشر حافظ نفسه من يسون طريقه قبل الكثر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح تواضع الروح مع الودعاء خير من اقتسام الغنيمة مع المتكبرين المتعقل في امره يجد خيرا والمتوكل على الرب طوبى له حكيم القلب يدعى فهيما وحلاوة الشفتين تزيدهما اقناعا العقل ينبوع حياة لصاحبه وحماقة الحمقى تأديب لهم قلب الحكيم يرشد فمه ويزيد شفتيه اقتناعا الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام ربى طريق تظهر للانسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت نفس العامل تعمل لحاجته لان فمه يحسه انسان الرجس يحفر حفرة للسوء وعلى شفتيه شبه نار متقدة انسان العوج ينشر النزاع والنمام يفرق الاصدقاء الانسان الظالم يغوي قريبه ويسوقه في طريق غير صالح من يغمز بعينيه فلكي يفكر افكار ذات عوج ومن يعض على شفتيه فقد اتم شرا الشيبة تاج جمال اذا ما وجدت في طريق البر بطيء الغضب خير من الجبار ومالك نفسه خير ممن يأخذ مدينة تلقى القرعة في الحضن ومن الرب حكمها كله